مزارع أفرولاند جبنا لك الريف لحد عندك والفرصة أنك تهيأ لولادك مكان نقي في هوا نظيف وتعيش حياة الريف ويبع عندك أرضك عليها تحقق حلمك وهي دي الفرصة فرصتك في مزارع أفرولاند ما أن الريف عندنا بشكل جديد امتلك مزرعتك واختار طريقة السادة لتنسبك وعيش حياة ريفية متكملة أفرولاند في وادي نترون طريق مصر اسكندرية الصحراوي مزارع أفرولاند جبنا لك الريف لحد عندك للاستعلام 010-160-1-0050 010-160-1-0062 010-160-1-0064 010-160-1-0062 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او في 2020 لو لم يتم اصدار قانون الزراعة العضوية الموجود حاليا في مجلس النواب هيتم رفض الصدرات المصرية والحاصلات الزراعية المصرية الخارجة النهاردة هنفتح ملف الزراعة العضوية مع خبراء متخصصين ومسؤولين ومعنا الدكتور خالد غانم خبير الزراعة العضوية ورئيس قسم البيئة بزراعة الأزهر اهلا بحضرتك بكتور اهلا بحضرتك بكتور ومعنا كمان استاذنا الدكتور عاطف عبدالعزيز مدير المعمل المركزي لزراعة العضوية التابع لمركز البحث الزراعية بوزارة الزراعة اهلا بحضرتك بكتور اهلا بحضرتك بكتور زي ما قلنا يا دكتور ملف الزراعة العضوية من الملفات الهمة اه المطلوبة خلال الفترة اللي جاية يتم تفاعلها اه هتقود علينا بنفع كبير لكن حبنا اعرف من حضرتك في البداية ايه اسباب عدم تطبيق الزراعة العضوية في مصر اه وايه مشاكل عدم تطبيقها هي الزراعة العضوية في مصر قديمة جدا يعني مش جديدة على مصر احنا بالمفهوم الجديد للزراعة العضوية دخلت مصر لسنة 77 بقلنا 42 سنة لو قررنا نفسنا ببعض الدول الكبيرة اللي عملت قوانين للزراعة العربية واشتغلت الأمريكان مثلا نشتغلوا سنة 2000 في القانون بتاع النو بي بتاعهم اللي هو الناشنال البروغرام يعني أمريكا سنة 2000 كنا ممكن نكون مثلا 77 يكون عندنا قانون مثلا سنة 90 مثلا سنة 95 يعني ممكن نكون معهم اتحاد أوروبي برضو طلع القانون بتاعه في فترة 97 اعتقد دكتور عاطف اه 27-98 قانون الاولين بتاعهم يعني احنا كان عندنا فرص كبيرة قوي من زمان وكان فيه مسودة قانون انا شفته وكنت بكلم مع دكتور عاطف وإحنا جيين من سنة 2002 يعني احنا عندنا كلام على ان نعمل قانون للزراعة العضوية من زمان لأ مفروض نحسب من يوم دخول الزراعة العضوية مصر سنة 77 والمعمل المركز اعتقد 2002 عدو طلع عاطف ناشى اواخره 2002 2002 يعني عندنا فيه فكر بس يعني ايه ارادة قانون اعتقد كانت مش موجودة يعني يعني اعتقد في الفترة اللي هي من بعد كده مش من من يديره الزراعة العضوية في مصر ان طبعا المان يديره الزراعة العضوية في مصر مش ما كانش ايدهم يعني تقدر تطول انها تنفذ قانون وما تنفذوش يعني هما طبعا مصلحاتهم من هما كانوا ننفذوا قانون علشان الدنيا تتزبط وكده تأخر في القانون ده يعني سبب حاجات كتير منها تأخر في التصدير نفسه خاصة في السنوات الاخيرة بعد موضوع الدول حتى العربية او الدول اللي حوالينا اللي كان بتاخد مننا وبعض دولات حد الاوروبية تعرف حشان احنا موقعنا قريب من الناس دي كنا ممكن نبقى يعني عندنا شغل كتير في الفترة دي كلها بدأ فيه قيود على المنتجات المصرية بشكل عام وفيه عملية حظر وفيه الاخر موحظر ان فيه مطلقات مداد يعني دي حاجات مش مدوكات بس ده مدوكات من وديات وعنصص تقيلة من يعني التدمير اللي التربة المصرية حصلت له في حوالي 50-60 سنة يعني ده ده تدمير مش لان زراعة الدولية اصلا بتلعب عالتربة فالتربة المصرية معرضة لتدمير ولازم محتاج الانقاذ يعني قانون الزراعة الدولية مش بس هيدينا شوية فلوس هيجلنا بعملة صعبة واحنا محتاجينهم فعلا لا ده احنا هنينقذ التربة المصرية هو ده ده الاصل ان القانون الزراعة الدولية يطلع نطلع منتجات حتى مش لازم تكون مسجلة طبعا دكتور عوزين نعرف برضو ايه هي زراعة العضوية يعني في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه زراعة عضوية يعني هي في سطر واحد انتاج غزاء امن بطرق تتعامل مع البيئة بطريقة سليمة ده اول شي جزء جزء التاني لها جدوى اقتصادية نمر التلاتة تحقق العدال الاجتماعي ثلاث حاجات دول لو تحققوا في الزراعة انا بتعمل يعني هي دكتور لها نظام معين في الزراعة استخدام حاجات معينة للتربة مش بس احنا زي مفهوم الناس كلها لا انا ما امحطش مبيدات واسمدة لا ده ده جزء من المنظومة ده منظومة كبيرة خالص اساسها ان انا ما امحطش مبيدات واسمدة لكن في حاجات كتير يعني اذا نقوله هو نظام مستندي طبعا نظام زراعي لان احد نظام زراعية مستندي بيئي اجتماعي بيتجنب استخدام اي اسمدة او مبيدات مخلقة كيميائيا لنعلى كل ما هو طبيعي مسموح بيه في الزراعة عدوية مستندي ليه؟ لانا ما فيه زراعة عدوية من غير تسجيل ومستندات وتعاملها شهادة ميلاد ممكن منتجي بيبقى داخل فيه كل تقنيات الزراعة عدوية بش مش مسجل ملوش شهادة ايو اي تمام فمش هيبقى عدو طب يا دكتور بالنسبة للدكتور خالد ذكر معلومة مهمة وهي اننا هننقذ التربة المصرية المدمرة بسبب استخدامنا للمبيدات وحاجات كتير معاملة كيميائيا يعني عاوز اعرف افهم الحتة دي هل التربة هتحتاج قدية علشان من استخداماتنا لزراعة العدوية ترجع ويعني نتخلص من الكميات المبيدات والاسمية الموجودة فيها تمام هو حتى شو بنا بقولك زراعة مستندية يعني عشان نعمل المزرعة لازم اسجلها لما بتسجل المزرعة لو هي ارض فيرجن ارض جديدة زي المنفدان وجداد دول فرصة وعيدة طبعا لنا هنكلم فيها لدي مهمة لكن لو ارض فيها متبقيات ارض بيديه القانون بيديهم فترة تحول من سنتين لثلاث سنين عشان يستنفذ المغزون اللي موجود بعد سنتين او ثلاث سنين حسب نوع المحصيل المدروعة خلاص هو بيتحاول بعد كده لعضوي لانه بيبقاش فيه رزيد والمغفوض وعلى فكرة المنتج اللي بيطرع فترة التحول بيبقى منتج طالع مكتوب عليه تحت فترة التحولية سعر برضو كويس حتى بره بيستخدم بره بشكل الجزئية الدكتور خالد بيتكلم فيها ان انا زراعة العدوية يعني بقى انقذ التربة المصرية من التدهور وبرفع من خصوبيتها وبحاس منها انها حتى لانها اقتصادية انها ده لما تيجي تشوف السوق العالمي يعني مثلا لو قلنا ان استهلاك امريكا من المنتجات العضوية تلاتة واربعين في المية اتحاد اوروبي اربعين في المية الصين واستراليا اربعة في المية اربعة في المية كندا تلاتة في المية وستة في المية بقى الدول لو خدت الاتحاد اوروبي وامريكا حاجة و 80% وانحنا قريبين ليهم فدي مدي فرصة وعدة لمصر ان هي تصدى للدول دي وفعلا بتصدى الله فالقانون مهم جدا لا محالة قانون يعني وبالمناسبة يعني ان القانون الحمد لله الحمد لله من المنزل ان انشاء المعمل 2002 زي ما قال زي ما قال غامرينة خالد احنا في سعي كتير لازدار القانون ولكن ما كانش يعني هناك دكتور برضو البعض بيقول ان في اصحاب مصالح او مستفيدين من الوضع الحالي في ان هما يوقفوا اصدار القانون هل الكلام ده صحيح؟ شوف كل ما هو شغال في الزراعة العضوية عشان يكون صدقين لاستاذ المشاهدين 90% او 25% من المنتجات العضوية منتجات تصدرية فاللي شغال جد في الزراعة ده يعني بيصدر فمش من مصلحته ان الصدرات بتاعه ترجع صح فملوش مصلحة ان القانون ايه يتأخر هل يعني لكن هي الخصة في ايه انه تدارب الجهات مع بعضها احيانا بيأخر الحمد لله بعد مجهود السنتين التلاتة الاخرى دولت وده كان شغل يعني كل شغل الشغل في الفترة في ثلاث سنين دول انا بطير عضو في حقيقة موان اللي هي الدول اللي الزراعة عضوية في دول الحضب بحر قابلت متواصل سواء اعربية او اجنبية فدتنا فرصة انه نفهم التشريعات بتاعتهم من 2016 التشريعات بتاعتهم ايه عرفنا المعلومة بتاعت ان القانون لو ما طلعش كان الاول غد 2019 لو ما طلعش صدراتها توعف مش كده وبس كمان يعني احنا لو القانون بتاعنا ما طلعش يعني انا كنت في اجتماع مع حضرتك من حوالي سنة يعني مع مصدرين ومع حضرتك وكان فيه وفد من الاتحاد الوربا جاي عشان يعاينوا المزارع ويعني كان بدينا مهلة سنة لو ما صدرش قانون الزراعة العضوية هيوقفوا استراد الصادرات المصرية بتاعتهم لا اول حسن حظنا انه اللايحة التنفيذية عندهم تخرج شوي عندهم هناك فمدوها شوي فمدوها جات مصلحة لنا يعني داخت عشرين 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 واحدة طب قانون يعني قانون ده بيفيد البلد وبيفيد المصدر وبيفيد يعني التربة وبيفيد كل يعني ليه ليه تأخر يعني السنتين دور او ثلاث سنتين دور خلينا نقول مش هنقول اسباب ايه لكن خلينا نقول خلينا ناخد الجانب المضي انه هو فعلا خلاص هيطلع النور اهو انا لست كنت في جلسة اول امبارة والحمد لله نعيشنا حوالي ستين في المية منه المواد اللي هي فيها شغل كتير اه وان شاء الله في جلسة جاية في شهر للنوفمبر هنكمل بيئة المواد وهيبقى خلاص ظهر للنور ان شاء الله خلال يعني موزين يعني فبراير مارس بالكتير هيكون القانون ان شاء الله طلع يعني اه دكتور خالد غانم يعني عاوزين يعرف من حضرتك المواد اللي مفروض يتضمنها اه قانون الزراعة العضوية ايه الحاجات اللي مفروض يتضمنها علشان يكون واقعي ويكون قريب من السوق اكتر هو يعني القانون اصلا لازم يشتمل واعتقد ان هو فيه انا ما ارطوش بس اعتقد ان هو الكلام ده فيه ما يتعلق بالمدخلات اساسية المدخلات اللي هي بتدخل فيه الزراع العضوية وده اخ من دي حاجة من اخطر الحاجات يعني المهمة يعني ايه اللي هنستخدمه في الزراعة العضوية نفسه فيه جزء هتعلق بالانتاج الحيواني العضوي والاسماك والاكرور اعتبرنا الزراع عضوية هو نظام زراعي متكامل مش نظام زراعي مش بس محاصيل خضر وفاكهة ومحاصيل حقل وزينة وزهور والكلام ده بس لا ينتدل الحيواني والسمك ده لازم يكون مزراع عضوية تحتوي على انتاج حيواني ممكن يكون السمكي ابعد شوية لكن الموجود برضو في القانون كمان تنظيم موضوع الاسواق سواء الاسواق في الداخل او الاسواق في الخارج تنظيم عملية التصدير تكويد المنتج العضوي نفسه يعني ازاي يبقى عارف انا طالع من مزرعة مين ورايح فين وجاي ايه اعتقد ان دي حاجات اساسية في القانون واعتقد دي بتاع بتاع تسجيلوها ضمن المعايير شوف هو القانون في ده حوالي 27 او 28 مادة ما بتتكلم عن علاقة مكاتب التسجيل والتفتيش بالكيان الحكومي دور السلطة المختصة ودي نقطة مهمة جدا الاتحاد الاوروبي لان اذا بتحصل اي مشكلة ما بيخاطبش مكتب التسجيل والتفتيش ولا بيخاطب المزرعة ده بيخاطب بالدولة فقاما هو دور الدولة في حلقتها مكاتب التسجيل والتفتيش ايه هي العلاقة اللي بتنظم السوق المحلي يعني هيبقى فيه لوجه فيه لوجه او شعار هتحطى على المنتج المحلي هيبقى مراقب من الدولة فيه جات بترقبه الشعار هتحطى على المدخلات اللي هي تستخدم زي المخصبات الحاوية او بدأة للمبيدات او الاسميدة او اللي مسموح بيها في الزراعة رضوية مادة بتحدد برضو عملية القوائم المسموح بيها اللايحة التنفيذية وما يتبعها بعد كده من معايير وبرضو عايزين نفرق بين القانون والمعايير المعايير جزء من القانون طيب دكتور هل لدينا احنا المقومات تطبيق القانون يعني هل لدينا مزارع مثلا تستوعب فكرة الزراعة العضوية او هل لدينا يعني يعني المستلزمات المستلزمات الزراعة العضوية الى اخفو مستعني او لحسن اتمن حضرتك ومكن تقول خالد يشارك نهاز الرائي مصر من اول الدول المتقدمة في تقنيات الزراعة العضوية مصر صدرت تقنيات الزراعة العضوية لكل الدول العربية والقوانين القوانين الموجودة في الدول العربية انا شخصيا ساهمت في قوانين السعودية والامارات وتونس ساهمنا فيها وساهمنا فيها من مسودة القانون المصري التقنيات وفنيات الزراعة العضوية بيجوا يتدربوا عندنا واحنا بروح نتدربهم هناك النهاردة السعودية مش دولة زراعية صح لكن السعودية النهاردة كيرفي بتاعها بقى لو ما تساواش بقى اعلى من المصر في الزراعة العضوية وبخبرات مصرية تقنياتنا موجودة الحمد لله المدخلات الزراعة العضوية متوفرة في اماكن كتيرة قطاع عام وقطاع خاص وانها مش كل قطاع الخاص شغال وحش عشان في قطاع خاص شغال لكن الناس نفسوهم مستعدين مستعدين طبعا اصلا هي زراعة مربحة زراعة تعاقدية النهاردة المزارع بيبيع زرعه في العضوية من قبل ما يزرعه في العضوية هي القصة في ايه انه لازما بيتعامل البلان من الخدمة للحصاب عشان يقدر يضمن زراعة العضوية على الفكرة المنازمة لا تعتمد على البرامج العلاجية يعني ما جيش اصابة ومؤر اصابية عالية جدا اللي هو بيستخدم المبيد بأعلى من الركومين للدوز وزيادة وبيجيبش نتيجة يقولك انا ها قومها بزراعة عضوية لا الزراعة عضوية حيب نعتمد على البرامج الوقائية طب ازاي بيتم تطبيق يا دكتور يعني ازاي هل للحكومة او للوزارة الزراعة او للمعمل دور في عمل لجان تفتيش او عمل لجان معينة او عمل لجان متابعة طبعا والقانون حاكم في مواد حاكمة دي بص المزرعة لما بتسجل لازم ان تسجل في مكتب تسجيل وتفتيش ومكتب التسجيل وتفتيش دي قطاع خاص تبقى للقوانين العالمية لازم يكون قطاع خاص لان منفعش الحكومة تكون خص محاكم في نفس الوقت احنا رقبتنا مع امير عالمين بقى على مكاتب التسجيل والتفتيش برقبه من ناحة المستندية ومن ناحة المزارة يعني انا ببقى عندي التشيك لست بتاعت والفارمليست والفارمليست اللي هي المزارع والشركات المسجلة عند انا من حق ان انا انزل على اي مزرعة او اي شركة زراعية مسجلة عند المكتب الفلاني ده مثلا في اي وقت طب دكتور خالد يعني حابين اعرف ان حضرتك هل الزراعة العضوية يمكن تطبيقها بس في المزارع والشركات ولا صغار المزارعين وصغار يعني دايما زوي المساحات الصغيرة شوف احنا طبقا يمكن هختلف مع الدكتور عطف في حتة مش من اللي قالهم اللي انا هقولها ممكن يختلف معي احنا عندنا تسجيل انا بجيب الارقام بالافوام يا دكتور من الاتحاد الدولي لحركات زراعية ضوية عندنا خمسة الرقم ده سابت بقاله حوالي 7-8 سنين اللي هو 85000 أكتار يعادل 27000 فدان انا رأيي شخصي ان احنا عندنا حوالي 50-60000 فدان ما عرفش ده صح والغلق لا انا بعد لو سألت لي انا بعد من المسجل المسجل في مصر حين دلوقتي اه اه 280000 فدان طيب هو 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 فيه بقى نقطة انا بجيب ارقامي انا دايما اروح زال زراعة ما بخصوصاتش على الارقام من حوالي من 10-15 سنة كده دي سابتة يعني مش انا بجيب من الافوام الافوام في يعني احنا عندنا قدي احصائيات 18 يا فندم اللي هي طلعة في فبراير 18 الجيه هتطلع على الشهر الجاي 6-8 اوكاديين 5-8000 فدان هكتار 5-8000 فدان تقدر في 2-4 من 10 فدان طبعا الهكتار طب سواني بس سواني اسمعني بقى عشان اكمل الفكرة خالص هتطلع حوالي 24-14 انا 27-28 حاجة زي كده طيب انا كنت بقول ان الرقم قدل من كده حتاك قلتلي الرقم اعلى من كده طب ده كويس جدا لان الرقم بتاع 5-8000 فدان بتكلم من ساعتها على حكاية الايه الشهادات والحاجات دي طبعا اساسية احنا عندنا بالحكاية بتاعتنا 2% من مساحة مصر يلاقى كده عضوية استراتيجية 20-30 وانا قاريتها كويس جدا جدا يعني قاريتها اللي اطلوب اقراها كويس بشكل رسمي يعني بتقول احنا عايزين نطمح لحوالي 6-7 من 10 تقريبا في المية سنة 20-30 زراع عضوية طيب هنتكلم عن الرقمين 98% النهاردة من ارض مصر هنعمل فيها ايه احنا الوقت هنتكلم فعلا عن التصدير انا تموحي وانا بدرس في الجامعة زراع عضوية بقالي 18 سنة بقول لهم في الحتة دي احنا تموحنا 10% زراع عضوية يعني عايزين مليون فدان زراع عضوية في مصر مليون فدان كامل يعني لو 8-5 مليون فدان ودفلهم مليون فدان هيتسلح ولا كده يبقى عندنا كلمة عضوية دي بقى مفروض كلمة زراع عضوية تكون هي طايت الكبير قوي تحته حاجات كتيرة فرص عمل تصنيع شغل كل حاجة بقى كل ما هو يلمس الفكرة العضوية نشتجل عليها حلو كده طيب 90% من ارض مصر التانية بعد ما نوصل 20-30 انشاء قبل ما نكمل الفكرة دي معانا بس مداخلة احمد من كفر الشيخ احمد استاذ احمد تفضل احمد مع حضرتك السوسط عبان تفضل انا ليه ثلاث نقاط بس السوسط عبان عايز اكتلم فيها وعفض على البش مهندسين بالنسبة للزراعات العضوية تمام تفضل النقطة الاولانية ان البش مهندس بيكتلم دكتور بيقولك نحن الاول على مستوى العالم في الزراعات العضوية لا ما هو ما قالش الاول في على مستوى العالم هو احنا قال من اول الناس السعودية وابن مش عارب فيه وابن ايه من اول الناس مش من مش اول على مستوى العالم احنا من اول الناس احنا بالنسبة لنا كفلحين ما نسمعش عن اي حاجة زراعات عضوية دي نقطة تمام المفروض ان انا مثلا عشان ان انا اسجع الزراعات العضوية وسستعبان المفروض ان انا اعمل نداوي من الفلحين وادع الفلحين وانزل وسند الفلاح ان هو يتشجع ان هو يزرع بال ايه بال بالزراعات العضوية تمام دي نقطة اولانية النقطة التانية اذا كان احنا بنتكلم علشان التصدير وان احنا خايفين على الصدرات بتاعتنا وعايزين ان احنا نسجع اللي هي اللي هي الزراعات العضوية المفروض ان احنا قابلة ان احنا نخاف على شعبنا احنا من اجتمام احنا اكدنا احنا اكدنا احنا اكدنا في اول كلمتين قلناهم في الفرنامج منتج امن وصحة للمواطن المصري انا لسه بقولك كملت فكرتي انا الابدأ من ان اشجع المزرعين واشجع صغار المزرعين ان الابدأ ان انا اكسل بلدي انا منتج امن من الزراعات العضوية مش التصبيل تمام نشتغل على الجانبين مش جانب واحد اه احنا احنا نضربين رقف الشيخ اه اكدنا اوه لو سمع الفكرة بتاعتي كملتها احنا نكمل هو هايسنع ايه ايه فيه ميقات تانية اوز احمد يجيل زعفران اوز احمد المفتروض ان وزارة الزراعة زي ما هي مثلا بتنزل هي الكيمويات اللي هي النطارات و اللورية والحاجات وبتسند الفلاح المفتروض ان هي تنزل بليجان زي ما هي بتنزل تعاين الأراضي بسجع الفلاح ان هو يزرع بزرعات اللي هي العضوية والحاجات اللي هي العضوية هو دكتور عاطف هيرد عليك اوز احمد شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عاطف يعني بص الفلاح بيفكر ان حد ينزله وده دور رشاد زراعي هي حتة المزارعين امكن احنا في المعمل الزمنطيق انشئ اواخر الفين واثنين كان مجملة زراعاته ده في مصر حوالي خمسة الاف فدان النهاردة بنقول مئتين وتمئين الف فدان جوموا ازاي احنا اشتغلنا من الفين واثنين مغاية الفين وستة الفين وسبعة كل شغلنا الشاغل جميع محافظات مصر واجي ابلي وواجي بحري مع صغار المزارعين ولدرجة ان احنا اللي عنده خمس فددين وفدانين عشان يسجل ما المزارع عبدو عشان يسجل عشان يسجل اقتصادية ده مش اقلي من عشر فددين فعملنا ازاي بقى صغار المزارعين يتلموا مع بعض وعملنا لهم زي يعني زي جامعية وسجلت المزارعة كوحدة واحدة باسم حد فيه النهاردة كيف هي اقول لك ان فيه من صغار المزارعين النهاردة بقى اه الحال اقصداء بتاعتهم بقى بسم الله وان شاء الله لانه كل انتاجه تب ازاي نوسع الدايرة بتاعتنا ودايرة الانتشار هي 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 بتزيد على فكرة هي بتزيد والزيادة اللي موجودة بطيئة على مستوى العالم زي عندنا يعني ما اقول لك من خمس الاف فدان بان ميتين وثمين الف فدان ده رقم انا ما كنتش احنا بيه ولكن بالنسبة لارض مصر اعايزين اكتر واكتر زي ما دكتور خالد دكتور خالد لحضرتك الفكرة احنا يعني معلش ابن اغطائر لحضرتك هو هو انا كنت اتكلم فاول حاجة الراجل بتاع كفر الشيخ ده انا ادربه نفسي ابروخ كفر الشيخ على الاقل يومين تاته في اسبوع كل شهر كل كل اسبوع او كده فانا ممكن ادربه بغير بعديز مطور عاطف يعني هو يجي لي ادربه اه مش دربه اعملي ندوة بكرة في كفر الشيخ وانا ادربه في كفر الشيخ اول لو راح مدريت الزراعة في كفر الشيخ احنا ادربه عزراع عضوية الصور اللي بتاعاتها دي دي بتاعتنا شو قلنا احنا بقيتنا دي فاي يجي جي 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 دي دا نعمل له كل اللي هعايزوا في الزراعة عضوية بيبلاشوا مجانا لله سبحانه تعالى ونصالح البلد بتاعتنا دي دا كوي دا مشكلة دا مشتغل يعني انا اياخد تليفوني بعد ما يخلص ويكلمني وانا ايلاقيني بكرة او بعد بكرة في كفر الشيء مفيش فيها شكل يعني مش بعيد عليه قوي يعني الحاجة التانية الفكرة اللي بتكلم فيها على 90 فنوار أرض مصر كنت عايز اتكلم على الرجل ده الزاي أرض مصر التانية اللي مش مسجلة عضويا نعملها عضويا وعملت محاضرة في المركز القومي البخوس في شهر تمانية على نقل تقنيات الزراع الأضوية للزراع التقليدية تمام؟ وعملتها وعملت تاني نفس الكلام مع الارشاد الزراعي اللي هو المعهد الارشاد الزراعي مع الدكتور إيميل في على نفس الفكرة دي برضو ازاي ننقل التقنيات للناس دي طيب أنا هديك مثال صغير خالص أغاندا عندها تجربة لذيذة كده وجميلة ممكن ناخد منها حاجة أغاندا دي عندها 240 ألف منتج زراعي منتج وراجل بيشتغل يعني او مزرعة ومسجلين 210 ألف هكتار يعني المزرعة في اوغاندا حوالي 2 فدان يعني بالزبط كده يعني واحد تسوي واحد هكتار تسوي اثنين يعني بالزبط بالمصري بقى 2 فدان دي صغير مزرعي زي ما طراطف اتكلم كده بالزبط اللي هو عمله حاجة زي جمعية احنا عايزين نعمل بقى بس شكل تاني تعاونيات بقى تعاونيات مهتمية بالزراع الأضوية وهتشتغل من اول الاسمدة والتقاوي والمستزمات لغاية المنتج نفسه هنلم المنتجين مع بعض ونسوق يبقى دول 90 في أرض مصر انا في تلك الحالاتي هأكل الناس اجلبية المصريين هأكلهم بجد زراع أضوية ومش لازم حتى لو مش مسجلة انها تصدر هدخل السوق المحلي بس برضو ها هاروح للدكورة عاطف وناخد من عنده اللوجو وناخد من عنده الشغل يبقى شغل رسمي بمستندي زي ما اتكلم او دي كومنتس موجود مستندي والكلام ده كله بمنتهى السهولة احنا الرقم الرسمي للمخلفات اللي موجودة في مصر 40 مليون طن 25 نباتية وخمصيش الحيوانية لا في رقم جر رسمي 109 مليون طن مخلفات مخلفات دولة ناس كمان اكدت ان الرقم ده اكبر من كده كمان طيب دول انا حسبتهم في محاضرة عندي في الجامعة في بتاح الموسم الثقافي السنية دي محاضرة عامة كبيرة حضرها عدد كبير من الناس مش محاضرة صغيرة 23 مليار جنيه فورا هيدخلوا احنا بص يا فندم عندنا في الزراع أضوية حاجة اسمها ما اخزها من الارض لابد ان نعود الارض كل شيء عضو في مصر لازم نرجعه الارض تاني انا ماشي في السوق كده في الشارع بابعيني على الكرومب اللي بايز انا عيني مليش دعوة بقى انا بتاع زراع أضوية دي شغلتي واكل عيشي ابوص على شوية الكرومب اللي مرميين شوية ازاي تستفيد منه وطبعا احنا كمان في حاجة تانية احنا مجدين بالنا من حاجة في مصر موجودة ومعليش يا دكتور عاطف حد ماكي مش تابعك يعني وزاد الزراعة مغمضة عينها او كده دود الارض ده دخل مصر اقول لك احنا عندنا حجر ازراعي دخل مصر دود الارض فيه دود في اصل الارض كبير دود الارض ده كفيل ان التنظيم تنظيم فيه شباب جميل جدا في مصر مهتم وشجوانة عارفهم كلهم يعني احنا دولة سعادة على علاقة طيبة جدا بهم يعني والمنتجين نفسهم دود الارض ده سروة حيطل ضع بالفعل ده انت عارف حضرتك احنا كنا في شوبرا بلولا في الغربية في مزارة الياسمين مجموعة من الشباب استخدموا الدود انا عندي مزرعة عندي مزرعة في الجامعة عاملها بايدي بفلوسي الشخصية بسيطة وتعال اتفرق تعال اصور هناك وتفرج على المزرعة وتفرج على الشغل اللي موجود ده وتفرج على الولاد ويشتغلوا احنا يعني بكميات صغيرة بقى عندنا شوية دود معاولين مش كتير قوي بس بعد خلال سنة يبقى عندنا كتير جدا وكنا بنحصل على الدودة بصعوبة بلغة وتطور عطفتها على مزاك كلام انا بقى سنتين شغال فيها عندي بقى وحدة كاملة وعندي اكتر من ست وحدات وست ست سنتر لانتاج في حوالي ست محمدات هم دول يحلهم احنا فين وطاتين كمان هتكلم فيهم هم دول يحلهم مشكلة المخلفة هقولك ليه بقى بس احنا لو عندنا حيوان واحد في البيت في مصر عندنا ارقام كبيرة من الحيوانات الراس ده الحيوان ده الدود هيكله ويطلع سمات هنرمي للارض الزراعية الفيرمي كومبوست ده وغيره هنرجع الخصوبة في خلال خمس سنين من ثلاثة الخمس سنين ارض مصر كلها مش بالفيرمي بس الفيرمي جزء من المنظومة منظومة كبيرة لكن انا عندنا شباب في مصر نهاردة الاف شباب متعطش لقانون يحميهم ويشغل ونعمل بيزنس من وراه ونحلهم حاجات كتير الكلام ده مش اماني لا ده كلام موجوعي ويتعمل على الارض وما عندنا مش مشكلة ان مصر يتأصل فينا ان شاء الله في اول حاجة لحضرتك كده اني جي نصور مع حضرتك ان شاء رب العالمين طب حضرتك يا دكتور يعني مباشرة المليون نصف مليون فدان وصف الزراعية ازاي نستفيد من الزراع العضوية في الاماكن يعني مساحة كبيرة ممكن نستغلها يعني مش حيازات صغيرة ازاي نستفيد من الزراع العضوية بعدين نبدأ اروح للمفتوح ليه لان في الصواب بعض رتحكم فيها في البرامج والمتخلات بتاع الزراع العضوية فتوسعنا في المساحات الجديدة في الصواب بانتاج زراعات سواء خضر او فاكهة او اي ان كان زراعات تحت بمعايير الزراع العضوية سواء بمعايير القانون الاوروبي او النوب الامريكي او الجاس الياباني او ناتول لند او باوي السويس الانجلترا كلها دي زراعات اول السوق المحلي لان اخد بالك اقول الملون ونصف فدان هو الصواب يعني السياسة الدارة دلوقتي في صواب داخلة من ضمن الملون ونصف فدان طبعا عشان نقدر ناخد لان الصواب بتعمل ايه انت بتعزم انتاجية وحدة المساحة يعني عندما ممكن الصوابة تنتج مسلا عشرة اضعاف اضعافة دي فانت بتعزم وحدة المساحة البساحات المفتوحة الارض المفتوحة هدي ارض فرصتنا فيها وعيدة جدا في الانتاجة العضوية وفعلا في مساحات اللي هي المفتوحة الجديدة دي انا بيجيلي مستثمرين وناس خدوا ارض وفعلا بدأوا وسجلوا وبدأوا يزرعوا بنظم دراعة عضوية وخدوا جادوا من عندنا في محاصيل كتير من الخدمة لغاية الحصاد والمدخلات يعملوا ايه برنامج كامل وبدأوا فعلا وفي زيارات روحنا لهم عملناها معهم وبدأوا فعلا يشتغلوا باديهم طب احنا علشان الوقت يا دكتور انتهى عاوزين بس كلمة يعني كلمة ختمية علشان وقتين انتهى نهتم كمان بالاضافة للكلام ده كله بالمحاصيل جير التقليدية ممكن نعمل فيها شغل كويس جدا اللي يقولها محاصيل المصرية الأصيلة الأصلية الحاجات من شوكة الرجلة شوكة التين الشوكي ممكن نشتغل فيه تمور كل الحاجات الجير التقليدية اللي ممكن دخلناها فلوس نقدر نعملها في مصر ونصدرها ما حصلنا بتاعتنا الأصيلة بتاعت المصريين اللي كان لنا بنقولها الملوخية الحاجات المصرية ممكن نعمل تميز فيها تاني حاجة اخر حاجة بقى كمان انه ابدأ اصنع الشغل ده ما بيعه ما بيعهش كما بيعش كده طبعا فيه فيه تجارب في مصر تكفيف المانجو السنة دي حصل الطماطم المجففة في الصعيد كل الكلام ده يدخل بشكل كامل في ال نوسع نوسع التجارب في الاطار مش بس هي كده والاربي كمان حيوانات اخر حاجة بقى دي معلش اربي حيوانات في نقطة الايه في اماكن في سينة في مطروح في الاماكن الاصلية بتاعتها واشغالها اربيها كحيوانات عضوية بس شكرا جزيلا السيد دكتور خالد غانم الخبير زراعة العضوية ورئيس قسم في البيعة بزراعة الازهر شكرا جزيلا الدكتور عاطف عبدالعزيز مدير المعمل وركز مجددات وزارة الزراعة شكرا جزيلا حضرتك مشاهدينا انا اتمنى يكون فكرة الزراعة العضوية وصلت للمزارعين وان شاء الله بعد صدر القانون هيتم التوسع في الزراعة العضوية بس يعني مش بس لدعم الصدرات الزراعية المصرية لا لا كمان علشان نوفر منتج آمن وصحي لسوق المحلي بعد الفصل ان شاء الله سيكون في حوار مع الدكتور علي حزين رئيس مجلس ادارة او رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ووزارة الزراعة انتظرونا اشتركوا في القناة